السلام عليكم اخواتي نتمنى تكونوا بخير على خير محببا بكم في قناة طبخ سمية اليوم بإذن الله نشارك معكم هذه الحلوة دواز اتاي او غالات اللي يجي اكتر من رائع يجي مكونات اللي هي بسيطة وسهلة واقتصادية ويعطينا واحد الكيمياء اللي هي وفيرة فنتمنى انكم تجربوه يجي اكتر من رائع ويجي لديد بزاف فبلا ما نطوع عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير سنبدأ بسم الله على بركة الله بالمكونات اللي سنحتاجها فبالنسبة المكونات سنحتاجوا جوج حبات البيض سنحتاجوا واحد الكأس ممتلئ من السكر سكر حبيبات ما يعادل 100 جرام سنحتاجوا واحد الكأس من الزيت والكأس اللي كان عبر به هو الكأس الشاي سنحتاجوا بالنسبة للزيت فما يعادل 150 ميلي لتر سنحتاجوا كذلك ملعقة طعام من العسل عندي خميرة كالحلويات فعندي الكمية 14 جرام ما يعادلها كزج أكياس 7 جرام ونحتاجوا كذلك قبصة من الملح سنحتاجوا قشور الحامض او قشور البرتقال لحسب الرغبة لكم فأنا استعملت قشور حامض تعجبني نسمة لما كفة الحلوة فنحتاجوا كذلك ساشي الفانيلا فأنا عندي بودرة الفانيلا تستعملوا كذلك حتى السكر فانيلا سنحتاجوا كذلك كمية بالضبط سنحتاجوا كذلك كمية بالضبط سنحتاجوا كذلك كمية بالضبط 500 جرام الدقيق على حسب النوعية ونحاول نعبر معكم كمية بالضبط فهذه المكونات لدينا سنذهب إلى طريقة التحضير بسم الله على بركة الله سنضع القرصة الملح سنضيف زج حباس البيض سنضيف السكر سنضيف الساشي الفانيلا ثم سنضيف قشور الحامض ثم سنخلط الكل حتى كنت نستجم هذه العناصر ثم الآن سنقوم بإضافة ملعقة من العسل ثم سنضيف ملعقة من العناصر أو ملعقة من العناصر ثم سنضيف ثم سنضيف حتى كله سوف نكمل الآن الخلط باليد دياري سوف نبدأ في إضافات الدقيق سوف نضيف حلها كواحد الكمية و سوف نضيف خميلة الحلويات كما قلت لكم نزوج أكياس 7 جرام يعني المجموع ديار 14 جرام سوف نبدأ نخلط سوف نضيف دقيق بالتدريج حتى تجمع معي العجينة سوف نضيف القوام كيف يكون في الأخير سوف نضيف كمية الكافية سوف يكون لدينا عجين سوف نضيف حجم 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 نضيف حجم نضيف حجم سوف نضيف حجم سوف نضيف حجم سوف ندخلهم الفن بالنسبة للفن سوف نشعلهم فقط من الأسفل حتى يتحمرهم من الأسفل وكملاحظة فأنا فرشت هكا تحت منهم ورق الزبدة تقدروا فقط تهنوا اللاطة بشوية دية الزيت وتوضعهم مباشرة في اللاطة سوف نطلقوا بعدما يطيبوا وكيكون هذا هو الشكل ديالهم بعدما خرجهم الفن بالنسبة لذيك اللي زينناها بحال هكا فكتجينا بهذا الشكل هذا أو تقدروا تزينهم كيفما كتلكم بهذا الشكل هذا فكيجيوا رائعين وكيفما كتشوفوا الحجم ديالهم كيتضاعف وكيرتونها كواحد الكيمية اللي هي وافيرة سوف نقدموهم وغادي نحلكم أكيد بشوفوا الشكل ديالهم من الداخل كيفاش كيجي كيجيوا هكا رائعين كيجيوا خفاف كيجيوا هشاش وكيجيوا بنان بها ديك النسمة اللي يدرنا فيهم هكا ديال الفاني وديال الحامض وكيفما كتلكم ديروا فيهم حتى قشور البرتقال فكيجيوا كذلك زوينين فوصلنا لنهاية الفيديو نتمنى ان القالت او الحلوة اللي حددت معكم اليومة تنال اعجاب ديالكم انكم تجربوها ونطلقوا في فيديو قادم اذا عجبكم الفيديو طبعا فاشجعوني باللايكات ديالكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وبرتاجيوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب بشع فائدة اطلقوا فيديو قادم عوصفة اخرى دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته